صدر تقبل مبادرة بارزاني ورمى بالكرة في ملعب الإطار ما كانية تأثير تلك المبادرة على حلحلة المكابرة التي يصر عليها الإطار التنسيقي نعم مساء الخير أخوة محمد تحية لك والزميلة أسيل وكل الزملاء والمشاهدين طبعا هذه ليست المبادرة الأولى كما ذكرتم لأكثر من مرة بالإضافة إلى ذلك حتى في عام 2006 عندما كانت الحرب الطائفية في أوجهة توجه الرئيس مسعود بارزاني نحو بغداد لتقريب وجهة النظر بين الشيعة والسنة إذن القوة السياسية للرئيس مسعود بارزاني والتاريخ النضالي للحزب الديمقراطي الكردستاني من الممكن بل من الأكيد أن يكون له تأثير كبير جدا وخصوصا الأطراف السياسية أغلبها كانت في خندق واحد نضالي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الدكتاتورية قبل عام 2003 ولكن أيضا لا يجب أن ننسى بعض المواقف مثلا سمحت السيد مقتدى الصدر حاليا متمسك بالعديد من الشروط التي بدأها وما زال متمسكا بها مثلا عدم وجود المالكي في أي حكومة عراقية يشارك فيها الإطار التنسيقي بالإضافة إلى ذلك المالكي والأطراف المؤيدة للمالكي أيضا هم متمسكون بشروطهم بأنهم لن يرضخوا لما يقدمه أو لما يقوله أو يريد أن يفرضه السيد مقتدى الصدر إذن هذه هي ستكون نقطة العقدة ولكن أعتقد بأن هذه المبادرة سوف تستطيع أن تحل على الأقل 70 أو 80% من المشاكل بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري وهنا العفو المشاركة في الحكومة لن تعني بالوزراء بل من الممكن أن تكون هناك مشاركة في سلطة اتخاذ القرار في السلطة التنفيذية دون المشاركة بالوزراء يبدو أن الاتحاد الوطني لو تحولنا لموضوع آخر لا يزال مصرا على ترشيح برهم صالح وهو ما تأكد من خلال الكلمة المتلفزة الأخيرة لبرهم صالح هل انتهت بلا رجعة الاتفاقات مع الاتحاد وكل سيذهب بمرشحه منفردا في السابع من هذا الشهر طبعا أخ محمد هناك اتفاقيات طويلة الأمد وكونكريتية وقوية جدا بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني وهناك تفاهمات مؤقتة من الممكن أن لا تنجح الكثير منها العلاقة بين البارتي والاتحاد الوطني لا يمكن حصرها في إطار منصب رئاسة الجمهورية أو في أي إطار آخر لأن مصلحة إدارة إقليم كردستان منوطة بالحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني وما زالت الكثير من بنوت الاتفاقية الاستراتيجية بين الطرفين ما زالت موجودة ونافذة وتنفذ حتى يومنا هذا ولكن نعم في مسألة رئاسة الجمهورية كان هناك توافق أو اتفاق أو شبه تفاهم بأن يكون هناك مرشحا موحدا بين الجانبين الاعتراضات كانت على آلية تصرف الاتحاد الوطني الكردستاني في مسألة ترشيح الدكتور برهم صالح اعتراضات على أداء الدكتور برهم صالح ولكن الإصرار كان لترشيح الدكتور برهم صالح وهذا يعود إلى مشاكل داخلية في داخل الاتحاد الوطني الكردستاني لذلك أصر الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني على إبقاء الدكتور برهم وفي المقابل الحزب الديمقراطي يؤكد بأن الاتحاد الوطني لم يكن في قائمة مشتركة يعني الاجتماعات السياسية بين الحزبين متوقفة منذ فترة بسبب هذا الموضوع يعني السؤال هو هل ستذهبون منفردين أم ستكون هناك اجتماعات ما قبل اللحظات الأخيرة باختصار لو سمحت أنا لا أتصور أن تكون هناك اجتماعات بين الطرفين ولكن بعد مسألة اختيار أو انتخاب رئيس الجمهورية بالتأكيد سوف تكون هناك اجتماعات لأن هناك مسألة انتخابات برلمان كردستان وقانون رئاسة الاقليم ومسألة دستور اقليم كردستان وقانون الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان ولكن اليوم ولعدم وجود الاتحاد الوطني الكردستاني في قائمة مشتركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني فعدد المقاعد والاستحقاقات الانتخابية هي التي تتكلم وبالتأكيد من لن يربح الجولة يجب أن يقول للرابح مبروك وهذه المسألة ديمقراطية السياسية متبعة لذلك يجب على الاتحاد الوطني الكردستاني أن يفكر مليا قبل أن يتخذ أي قرار في المستقبل حياله علاقته مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وأن لا يصدر مشاكله وأزماته الداخلية على الوضع السياسي العراقي أو في إقليم كردستان شكرا جزيلا لك عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنقن على هذه المداخلة